السلام عليكم ومرحبا بكم معي في القناة. نتمنى ان شاء الله تكونوا فصحة جيدة وتكونوا بخير وعلى خير وانتم ما كتشاهدوا الفيديو واليوم ان شاء الله غدي نشارك معاكم واحد البريوش اللي كيكون خف ملكيك وكيجي رائع وتحمر الوجه وبسم الله غدي نبدأ معاكم المقادر هنا عندي كاس اونس ديال الماء بحجم كاس ديال العنبة ما غديش نديرو في الحليب وغدي نديرو حد المعلقات ديال سكار ساندة انتم اللي بغيتو شوية يجي حلو تقدروا تديرو معلقة ونصق وجوج معلقات هناك ندير ثلاثة معلقة ديال الزيت نباتية المعلقة متوسطة طعم ما كتكونش كبيرة بزاف وغدي ندير الخميرة فورية وحد المعلقة ما يعادي لبتمانية جرام وتنحرك باش كتخلط لنا هكا مع السقار آآ الخميرة باش كتفاعل غدي نديرو حد الحبة ديال البيض كندير عر بيض ديالها فقط وكنحتافظ بصفار هد البريوش كيجي خفيف بحال هكالي ما تياكلش الكيك كيكون حلو ما تياكلوش كنديرو هد البريوش ته هو كيكون رائع وخفيف صافي كنحتافظ بصفار وكنديرو هد الكيس ديال السقار غاني من حجب سبعة قرام وكنخلط مزيان صافي وغادي نبدأ ننضيف دقيق عند الدقيق ديالنا كيكون منخول وغادي نعبره بالكس ديال العنبة انا عندي هد الكس كيساوي كس ديال العنبة كندير الكس اللول وغادي نزيد الكس الثاني من ضرورة يكون دقيق منخول مزيان وغادي نزيد الكس الثالث ثم انا كنع برده بقدامكم هكا الصافي وغادي نبدأ نخلط بسباطولة كنبدأ وندلكو الدقيق ديالنا بحل هكا عب بسباطولة لاننا باقي غادي نزيدو الطحين ولكن حتى نشوفو كندير الملح حسب الضوق وتنخلط حتى كيتخلط لنا شوية دقيق بحل هكا مع مع هذه المكونات عادي باش كنبدأ وندلكوه مزيان هكا بسباطولة يعني هدل عملية كتخلي الدقيق يعني كي كيتعجن وكيتدلك مزيان بحل هكا بحل هكا بحل اللي تندلكوها كج فنج هنا غادي نزيد الكاس الرابع باش غادي نجمع العجينة هناك نخلط وغادي ندير دي باش غادي نجمع العجينة ديالنا كندلكوها كا باطرف الاصابيع ممكن تلكوهاش يعني كتكون ساهلة في العجينة وضغية كتتوجد معانا بسرعة كنزيد لكا بحل هكا هنا غادي نزيد شوية زبدة وحد المعلقة ديالزبدة كنزيد نجمعها بحل هكا بهاد الزبدة كتعطي للبريوش واحد لها شاشة معاي القارها كافية واحد لعشرين قرام او ثلاثين قرام ديال احنا هنا بعد ما جمعناها غادي نغطيها وغادي نخليها تختامر واحد لعشرين دقيقة او خمسة وعشرين وكندهنها كا بشوية زيت صافي كنخليها تختامر احطى في واحد المكان التي يكون دافي صافي كنجيب هكا الصينية ديالنا فاش غادي ندير الكيك وكندهنها بزبدة كندهنها مزيان من الجوانب باش غادي نجيب هاد الدائرة بحال هكا حتى هي كندهنها بالزبدة صافي هنا يا غادي ندهني ادي بالزيت بعد ما اختامرت وغادي نقلبها ثم شفتوا راهية تبارك الله كتقول لا تمدلوك بحال هكا ثم شفتوا كيفاش كتكون وكنجمع هكا من الجوانب باش غادي ندلها التق بحال هكا الوسط وغادي ندلها في اللاطا وكنقادوها باش كنقادو الجوانب بتيكونوا قيس واحد هاد الدائرة استمروا لي بحال هكا وكنقادو بيدينا نشوفو الشي بلاصي لكان ترقيقها كنجروا لي هكا العجينة باش كتجينها مقادة تندير هاد الدائرة الوسط بحال اللي كنديرو هكا الطاوة دي الكيك ونحطها تختامر بعد ما اختامرت بحال هكا غادي نجيب واحد البيضة اللي يدرس فيها شوية دي الخل وغادي ندهن الوجه ديال هاد الفطيرة او هاد البريوش دهلا الوجه كامل يعني را كتجي خفيفة وكتجي لديدة وجربوها ورضو عليها في التعالق صافي بعد ما كندهنوها كاملة وتنكملوا الدهن ديالها وغادي نزينوها وغادي نزينوها صافي بعد ما كمناها ما قلت لكم غادي نزينوه انا عندي هنا يلوز مهرمش نقدروا نديرو كوكا ونقدروا نديرو بحال هكا كنديرو هاد الدائرة بحال هكا كنديروها ضايرة بحال هكا اللي عندنا موجود نقدروا نديرو الكوك يعني على حسب المتوفر لما كينش نديروها هكا عادية را هكا تجي محمرة هده عالد زين فقط صافي عندي هنا يا وحد الحباس ديول المشماش اللي قطعتهم بحال هكا وكان زين بهم الجوانب باش كتعطينا ذاك المنظر الجميل بعد ما كتتحمر انا عندي كنجيبها هكا حبيبة ديول الشوكولات ما عنديش شوكولات سائل كندير بحال هكا الحبيبة ديول الشوكولات كنزين بهم صافي من بعد غادي ندخلها الفران على درجات الحرارة ميتين كنشعل عليها الفرق التحت وكنخليها الطيب هي هنا يا بدتك تبارك الله بدتك تنفخه وكتعطي يعني شفتو كيفاش كتكون تنفخ بعد ما كتتحمر كنخلي وهنا يا نص ساعرها كتكون موجودة انتوما شفتو معايا وانتوما على حسب الفرن ديالكم غادي نحيد هاد الدائرة اللي درتس صافي وغادي نحطها وغادي تشوفوها كيفا جديرة بعد ما بردت شوية خلي ساحت بردت شوية ثم شفتو ملاصقة موالو والعجينة كتجي خفيفة كنحيدو هاد النصف دائرة وكنخليو هكا البريوش ديالنا راه خفيف وكتجي كبير أصبرك الله ونقطع معاكم واحد الطريف بش شوفو كيفاش جدير من الداخل يعني راه كتجي خفيفة وسهلة ضغية كنوجدوها كالوليداتنا بعد ما كيجوا من المدراسة أو الفطور يعني حسن ما كنناخدوها كخبز المخابيز أو يعني كندروا شي حاجة في دارنا لوليداتنا شوفو كيفاش كتجي كتجي خفيفة وما تنسوش إلى عجبكم الفيديو ما تنسوش شاركوا في القناة وتضغطوا على الجرس بش دائما ان شاء الله تتوسطوا بجديد اللي اجدد على القناة واللي اقدام كنقول لكم شكرا على المشاهدة ديالكم وشكرا على الدعم ديالكم وعلى اللايكات اللي كدروا لي وعلى التعاريق الجميلة وكنشكركم بألف شكر وقد نخلكم مع الصور والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر